مباراة الاهل المصري والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا المباراة المؤجلة من الجولة الأولى من المجموعة التانية نتكلم عن موعد المباراة، توقيت القنوات الناقلة، حكام المباراة، ترتيب المجموعة وظروف المجموعة التانية اللي بيتواجد فيها أيضا فريقنا العرب الآخر فريق الهلال السوداني السلام عليكم ورحمة الله زي ما احنا عارفين الأهل المصري موجود في المجموعة التانية رفقت كل من الهلال السوداني وصاندونز الجنوب أفريقي والقطن الكاميرون اتلعب في هذه المجموعة ثلاث جولات في الجولة الأولى استطاع صاندونز النفوذ على الهلال السوداني في جنوب أفريقيا واحد مقابل يشيء ومباراة الأهل ضد القطن أجلت وهي دي اللي هنتكلم عنها النهاردة أما بالنسبة للجولة التانية استطاع الهلال السوداني في السودان الفوذ على الأهل المصري واحد مقابل يشيء واستطاع صاندونز النفوذ ثلاثة واحد على القطن الكاميروني في الكاميرون ثلاثة مقابل واحد رحنا للجولة التالتة وسافر الهلال السوداني للكاميرون وواجه القطن في الكاميرون واستطاع الهلال الفوذ في الكاميرون على القطن الكاميروني اتنين مقابل واحد وفي المباراة الأخرى في الجولة الثالثة الأهل المصري استضاف ساندونز وتعادل معه اتنين مقابل اتنين نروح بقى للمباراة اللي كانت مؤجلة ما بين الأهل والقطن الكاميروني من الجولة الأولى لكن قبلها بقولك وفكرك بترتيب المجموعة قبل هذه المباراة ساندونز بعد لعبه الثلاث مباريات في الصدارة في المركز الأول عنده سبع نقاط الهلال السوداني بعد أيضا لعبه الثلاث مباريات في المركز الثاني عنده ست نقاط الأهل المصري بعد لعبه مبارتين عنده نقطة واحدة والقطن الكاميروني بعد لعبه مبارتين عنده نقطة واحدة ده ترتيب المجموعة مباراة الأهل والقطن هتكون يوم السبت القادم 4 مارس 2023 4-3-2023 الساعة 6 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والعراق واليمن ساعة 5 مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب المباراة منقولة على قنوات بي انسبورت HD4 وأيضا قنوات تايمسبورت التردد الأرضي المباراة على ملعب والسلام بالقاهرة حكم اللقاء أو طاقم حكام اللقاء هو طاقم من كينيا يضيره بيترو واويرو من كينيا حكام المباراة وزا ما قلت لحضراتكم هذه المباراة تأتي في إطار المجموعة التانية من دوري أبطال إفريقيا المجموعة المشتعلة اللي فيها الأهلي وسانداونز والهلال وممراء مهمة جدا جدا ومفخخة يعني يبان على الورق إن مباراة القطن الكاميروني سهلة جدا للأهلي والأهلي ضامن الفوز فيها لكن أنا متابع يعني عقلاني شوية بشوف إن المباراة اللي بتكون على الورق وفي الإعلام بتكون سهلة بتكون على أرضية الملعب صعبة يعني الأهلي لو ملعبش المباراة بكل جدية ممكن القطن الكاميروني يفاجئ الأهلي والأهلي ليس له أي بديل عن الفوز لأن الأهلي لقدر الله لو ما عملش أي نتيجة أو عمل أي نتيجة غير الفوز إذن هو خارج دوري أبطال إفريقيا الأهلي يحتاج للفوز في كل المباريات حتى يتأهل إلى الدور القادم طبعا الأقرب حتى الآن واللي بأدي أداء كويس جدا في هذه المجموعة هو نادي سانداونز الجنوب أفريقي وأيضا نادي الهلال السوداني وهم حتى الآن المتأهلان إلى الدور القادم لكن الأهلي لو حابب يتأهل إلى الدور القادم لازم يفوز في كل مبارياته وبداية هذه المباريات هي المباراة المؤجلة ضد القطن الكاميروني ونقول لنا توقعاتكم لهذه المباراة في التعليقات ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة قبل كده حابب أقول لك أن تمنياتنا ان شاء الله أن يصعد من هذه المجموعة الهلال السوداني والأهلي المصري ولكن الأمور صعبة جدا أعتقد أن سانداونز هيصعب ويا إما الأهلي المصري يا إما الهلال السوداني اكتب توقعاتك في التعليقات وعمل لنا لايك واشتراك عشان تشوفنا مرة تانية وشير في كل الجروبات الرياضية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته